بعد الحادثة الأليمة التي أصابت إمام مسجد عبدالقادر خراجي بالعمرية الإمام روان سيبغداد تنقلنا مباشرة إلى عين المكان وحيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمعنى من طرف الحماية المدنية والأطقم الطبية لمستشفى العامرية لكن تم تحويله مباشرة إلى مستشفى إسطو بوهران حيث تلقى جميع الإسعافات وتمت العملية بنجاح وتم كل ما يلزم للسيد الإمام وبدأ أئمة وهران وأئمة عين تموشنت والمعبين يتوفدون على المستشفى ويتضمنون معه وبأذي المناسبة حتى السيد الوزير يعني منذ بداية الحادث وهو يتابع العملية واتصل بالإمام شخصيا وتكلم معه سيد الوالي أيضا كان مهتم بهذه القضية ويتابعها عن كثب ونحن كاننا نوقوف إلى غاية إلى صلاة الفجر ونحن في المستشفى الحمد لله رفايق واعي شرب الماء طبيبة يعني طمنتنا باللي يعني السكين على الحالة الحالة مش لا مستقرة الحالة مستقرة والحالة وهو في صحة كاملة والحمد لله يعني كل يعني ما زاده يعني شجاعة عندما وجد كل أيمة وهران وأيمة حينة مشنت والإداريين يعني بجانبه وأسرته كلها يعني فرح وصرور على هذا التضامن وهو بلغني بأن أبلغ الجميع يعني تشكراته على هذه المواسات وهذا التضامن المنقطع النظير كفلا ومجتمعنا يقدر الإمام ومجتمعنا يقف مع أهل الله ومجتمعنا يستنكر كل هذه الاعتداءات سوف نحتفظ بحقنا في المتبعة القضائية واتخاذ كل ما يلزمنا وكل ما يقره القانون